يا شباب أنتوا مسؤولين أن السمعة والبصرة والفؤاد كل لك كان عنه مسؤولة الله ينظر إليك تب إلى الله فكر ماذا ستجني من وراء المشاهدة ترى أنت بتودي نفسك في داهية نعم دماغك بصرك أيوه أيوه عينك سمعك أنت بتتلف دماغك أنت بتتلف أعصابك أنت بتتلف جسمك أنت بتودي نفسك إلى طريق ما في من وراء نتيجة ترى ما رح تشبع ستبقى جائعا باستمرار وحياتك الزوجية حتى تحطم الزواج هذا حماية وإحصان أحسن ما يبقى الواحد بدون زوجة أكيد نعم لكن ترى انتبهوا أنه حتى لو تزوجت إذا ما رح تطلع من مستنقع المقاطع الإباحية ترى ما رح تحلها بالزواج مية في المية وبعدين يا جماعة اللذة والمتعة يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين طب طب فكر بعدين قبر حساب عذاب إلى آخره استحي من من يراك ويتطلع عليك الله عز وجل الملائكة تحصي عليك أعمالك ترى هذه المقاطع تسبب وحش بينك وبين الله الوقت الذي يعني فقدوا فيه أي وحش بينك وبين خلق وبعدين كم الوقت أحسن يعني الوقت مهم جدا المقاطع الأفلام الجنسية كم تأخذ من الوقت طب فكر إيش أنت يعني إيش ضيعت على نفسك ذهب الخشوع وقيام الليل راح الصيام كل نظرة أفلام الشيطانية كل رمضان إلا تيجي أسئلة أنا وقعت في الاستمناء أنا وقعت في إثارة مدرش أنا وقعت في نهار رمضان بتشوف إيش تتوقع يعني وبعدين ران نقطة سوداء وران نقطة سوداء وران يعني القلب نقطة سوداء في قلبي مع كل نظرة وكل فيلم وكل مقطع إذا لديك حسابات على مواقع التواصل يعني تعرض عليك هالإغراءات إذا فيه جروبات جنسية في الواتس آب أو غيرها أخرج يا أخي أخرج يا أيتو الفتاة أطلعي أطلعي خلق هدول أصدقاء الشر الذين يزينون لك المعصية الأخي لا بعضهم لبعض عدو إلا المتقين تخلص من الصور تخلص من الأجهي تخلص من المقابل تخلص من أي شيء ثم الأشياء العلاقات المحرمة لأن بعضهم الآن يبغي يمارس عن بعد يعني يقول لك طب الآن أنا ما أنا محصل مع كل شيء فعن بعد لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر جاري ويلسون هذا جاري ويلسون يقول دماغك تحت تأثير الإباحية لا بد تعطي دماغك راحة لازم تطلع من هذا ستة أشهر يا الله يقول لازم تطلع حتى تترجع إلى وضعك الطبيعي من جو الإدمان هذا أيوة أي واحد عالق في الإدمان لازم يترك البشاهدة تماما ستة أشهر حتى يرجع إلى وضعه الطبيعي وشبهوا العملية بالريبوتينج اللي هو إعادة تشغيل الجهاز الحاسب حتى أنت ترجع تتفرمت بشكل طبيعي يعني تطف الدماغ وتشغله مرة ثانية وتسترجع الإعدادات الأصلية ستة شهور ستة شهور ما تشوف فيها أي شيء إباحي هذه نتائج تجارب هم الكفار يقولون ذلك وأن هذه تكون صعبة في البداية لأن دماغك متعود على جرعة دوبامين عالية اللي هي المادة الكيمائية التي تفرز احذف الصور اطلع من المقاطع اطلع من المجموعات حتى يقولون غير ترتيب أثاث غرفتك أنهي أي مشكل أي شكل يربطك بهذه الأشياء استخدم برامج برامج الحماية الحماية من الإباحية نعم مثل كوستوديو كي ناين إلى آخره استخدم مقترحات يعني يقولون في منتديات للتعافي يعني زي مخدرات ويعملوا مجموعات للتعافي أنه اجعل لك صاحبا نقول صاحبك أهل الإيمان العلاج النفسي ومجموعات الدعم حتى هذه قضية صارت الآن مجموعات الدعم مو بس مخدرات في إدمان الإباحية وأكتب مذكراتك وإش اللي صار عليك طيب ويقولون التمارين الرياضية والأشياء الرياضية ممتاز ونحن نقول أيضا بالإضافة الصيام الاغتسال بالماء البارد الخروج إلى الطبيعة استنشاق الهواء النقي كن اجتماعيا مع ناس حقيقيين تواصل مع الأهل والإصدقاء ترك التواصل البصري الآن في الأفلام روح في التواصل الطبيعي اطلع من الفيرتش والخش على الطبيعة وخل عندك خشوع التدبر التأمل في مخلوقات الله الأنشطة الإبداعية المهارات ترجمة نانسي قنقر